وصلنا بكم الآن جمهورنا الكريم إلى جائزة أفضل صورة صحفية وتمنح هذه الجائزة لأفضل صورة صحفية نشرت في مطبوعة عربية يومية أو أسبوعية لعام 2008 أدعو الإعلامي أسامة سرايا رئيس تحريص صحيفة الأهرام لتكريم الفائز المرشحون هم عماد الدين الجمال من صحيفة الأخبار المصرية فادي محمد عدوان من وكالة زوما بريس علايد دين بدارنا من وكالة التصوير الأوروبية أمل فائز جائزة أفضل صورة صحفية للعام 2008 تذهب لي علايد دين بدرانا من وكالة التصوير الأوروبية نشكر الأستاذ أسامة سرايا ومبروك للفائز شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة